دخلتي صراع عشان حنين حسان وكتبتي انها بقت كبش فدة وكانت لازم تتحبس عشان تكون عبرة لاي بنت تخرج عن الحدود اللي رسمها المجتمع دخلتي في صراع شرس وتهاجمتي هجوم شرس جدا لا بصي اخدتي نقد فني واخدتي نقد شخصي واخدتي تعليقات على حياتك الشخصية مفيش حاجة في ياسمين سابوها في حالها من وقت التصريح ده ودفاعك عن حنين حسان يعني انا معرفش ليه الناس ممكن تتدايق ان انا قلت رأيي ان البنت دي عملت حاجة غلط فاتخدت ان هي كبش فدة علشان يورروا للناس انه لو انت عملت حاجة غلط انتو فاهمين معنى كلمة وجهة نظرك انا فاهميها انا مش بسأل عن وجهة نظرك انا فاهمة وجهة نظرك اللي انا بقصده ايه اللي شفتي في المجتمع من اللي حصل لحنين حسان لا انا دايما طول الوقت مش انا الواحد اللي شايفة انت عندك الخناءة دي ما هو مش كل الناس بتعمل زيك وبتقعد تخش الخناءة بس لان انا ما بحبش انا ممكن ادخل الخناءة علشان حتى لو حد مش عالسوشيال ميديا انا كنت ماشية بعربيتي مرة في الزمالك وماشية بالعربية كده وفي شارع على النيل شفت ولد ماسك بنت من ايدها انا افتقلت بيدربها انسيت نفسي ووقفت السواق وانزلت شديته بأقول انت بتضربها ليه فالولد بصلي كده تخط والابنت بصلي ووقتها كنت انا تقريبا معروفة وانا مش ماخدة بيلي فهم الاثنين تخطوا قالوا لي هوا انتي انتي دي انتي قلت لهم ايو انا انت بتضربها ليه تلعه هو ما بيدربهاش تلعت هي عايزة تمشي وتسيبوا تلع هو يضربها في دماغك في دماغك كان بيشدها كان بيشدها هو بيحبها وهي زعلنا منه عايزة تمشي وتسيبه هو بيشدها عشان يصالحها حدديلي أزمة ياسمين مع المرأة في المجتمع أزمة ياسمين زي أزمة أي بنت زي أزمتك أنت شخصياً إحنا بننكر ليه؟ عايزة السياغة تختصر اللي دفعتي عنه كتير وبتجيبي سيرته كتير وبتدخلي سراعات عشانه في الآخر بتتأذي بسببها يعني أنت موقف حنين حسام ده أول رد ترد عليكي كان من عمر سحصاح فاكرة؟ لا طبعاً مش فاكرة وحياة ابني أنا عايزة أقولك أن أنا معظم الردود أصلاً صحفي في اليوم السابع قال ياسمين رئيس موهبة محدودة وحضور باهت وكثير من الضجيج قال فرضها زوجها على السينيما على حساب فنانات كبار وقال بتسعى للتعويض عن قصرها الفني بالأشعات وبحياتها الشخصية وأخبارها الشخصية وأن أنت بتثيري الجدل على السوشيال ميديا عشان تعملي لنفسك أهمية لكونك مش قادرة تعمليها كفنانة مهمة كممثلة تقيلة هو قال كده؟ أه طيب أقول له إيه طيب؟ ده رأيه سؤالي علشان ياسمين بتدخل خناقات عايب أن أنا أتدخل في رأيه بتدخلي خناقات أنا سؤالي أنك بتدخلي في خناقات علشان المرأة في المجتمع المصري بتدخلي خناقات علشان حق المرأة عشان النظرة للمرأة إديني رأيه ياسمين المختصر في الجزئية دي إيه تحفزك على وضع المرأة في مجتمعنا اللي بيخليكي تدخلي الصراعات دي هو وضع كل الناس شايفا مالهى الوضع إيه شرحي للوضع يا حبيبتي إن إحنا لسه في حقوق سمي يعني سمي شيء باسمه لسه في حقوق لسه في قوانين لسه في عقليات إيه اللي خالتك تقول للمواطن درجة تانية يعني في حاجات كتير في مسواف الأجور في مسواف الفرص في مسواف الحقوق لأ إحنا لأ إحنا عندنا مشاكل إحنا عندنا لسه قوانين محتاجين نشتغل عليها بس إنتي عندك مشكلة مع الذكورة يا سمين صح يبقى أنا ليه مش عارفة تقوليها يبقى أنا ممكن تكون دي شخصيتي مش عارفة تقوليها ممكن تكون دي شخصيتي أنا يعني دي تكون فيا في تركيبي في تكويني بس يعني ما عنديش شعار أقدر أرفعه وأقدر أقول في كده وفي كده يعني أنا شايفة أن أنا عادي زي زي أي ست عندي مشاكل في الشارع عندي مشاكل في القوانين عندي مشاكل في الحقوق عندي مشاكل في المسواف عندي مشاكل في الأجور في الفرص في كل حاجة ودي حاجة مش جديدة دي عندي أي ست يعني حتى لو سألت راجل هيقولك أيوة صح موجودة مش هينكرو وإحنا بنشتغل عليها ومش إحنا بس إحنا والمنطقة العربية كلها بتشتغل عليها ويهو كل شوية بيحصل تطور ومع ذلك أنا مبسوطة أن أنا ست أنا 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 يعني اكتشفت أن أحلى حاجة حصلت لي أن أنا ست إزاي أنا كنت بحاول أن أنا يعني أكون أخشا علشان أكون قادرة أن أنا أتفاعل أسهل في المجتمع لا لا أنا ست ومبسوطة أن أنا ست وست كبارة كمان وأمي كمان وأمي كمان وأمي سليم الأمومة عملت إيه في شخصيتك؟ خلتني أن أنا قاعدة قدامي جديد دلوقتي خلتك تحبي أكتر كونك ست كمان؟ طبعا طبعا طبعا